اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس ضلوا بالمصلحة ورجع بدل ما يعمل شوز فات بالشو كمبونتز من النعر والكعب ويجيب الجلود هذه الصورة اللي عم نشوفها هي بمكتب الوالي الله يرحمه هذول الشوز يعني من الف وتسعمية وواده وغمسين كان يسمومون يصنعون وفي محلات كنا عم نشوفهم عن قريب من شوي كمانا يعني من وقتها كانت هالقد ترند ماشي هالقد كان يشتغل حسب موضة الموسم وعلى كل حال هالموديل بعضو لليوم يعني بصلا الترند دايما بتروح وبتجي وتروح دايما دايما هيك في أساس الماركات يلي بترجع بتمشي مع الوقت اتابع لكينا بالكعب بالسمال بالنعل مثل ما عم نقول وضل مستمر بالرغم من كل الظروف الصعبية اللي ما رأوا فيها أكيد إيام الحرب لحديث موصلته لتأسيس سي سايد أفن يوهراتش كيف صارت القصة نحن بس لعتيك كمانا نعم مثل ما قالتك كله مترابط ببعضه بالتسعينات نحن بلاشنا بالشغل أنا وجوه من التسعينات أوائل التسعينات نعم وقته كان بعده شو اندستري بلبنان بالبيك طبعا بعدها كانت بومينغ وكنا بالجامعات عم نتعلم وعم نساعد الوالد وهون بلشنا نكبر البزنس مع الوالد كبرنا المصنع وكنا نسافر على إيطاليا كتير نجيب نجيب بلد كعب ومثل ما قالت بالسومالو صرته يعني معه بكل شي بخص الشوز كنا نروح على الجامعة ونساعده أول ما خلصتها جامعة أكيد فول تايم جامعة شرر سو استعملنا خبراتنا بالعلم وبالصناعة لمن أربع سنين كان كتير في تراجع دراستيك للصناعة الوطنية بالأحزي لسوق الحظ انتركت ونحن منلاقي صناعة وطنية بالأحزي يعني نحن لأنا في إيطاليا بصناعة الأحزي ولبنان كان وإن شاء الله بيضل بهالمستوى إذا بدك بالحرفية وبالزوء سو من أربع سنين لازم نعمل شي وبرينستورمين أنا وجو شو منعمل شو منعمل سو كانت طلعت هي السوشل ميديا إذا بدك أو الانلاين بزنس نعم سو جربنا عملنا هيك مثل إذا بدك تسميها ستارت أب بيست عشغلنا سو عملنا اناين اكسبرينس صغيرة وعملنا معارض معارض صغيرة بلبنان باببس يعني وشفنا شفنا انو الزبونات كتير حبوا زوقنا واصلا المرة اللبنانية نحن بالنسبة لأقلم نلاقيها من أزوء نسوين بالعالم يعني بساعدوكم بالموديلات جول سيدات اللبنانية ناخد منهم نطلب فينا معلومات أكيد بس أكيد عندهم كتير معلومات سملا عليهم يعني ملاحقين على كل شي نسوين اللبنانية نشوفوني بالشور شفنا قبل كتير كبير على الديزاين ستابعونا على البرودكت ستابعونا ونحن دائما نركز على فكرة أنه الشوز سبعا يكونوا مريحين حلوين بس مريحين بيهمنا أكتر بعد من أنه يكونوا حلوين ما هو هيك يعني بدي أحكي شوي عن المودال بس مع النوعية جول لأنه كنا عم نحكي مبارح أنه قداب تهتموا بالنوعية إن كان الجلد أو السمال مثل ما كنا عم نقول الكعب يعني من عوامل نجاح أي شغل أنه يكون فيه نوعية مش بس شكل كيف تقدروا تشتغلوا على هالموضوع الجلد القماش كل هالقصص نحن دائما 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 مبدأنا دائما نحن بس نوعية للجلود للتصنيع ونعطي أحلى موديلات بسعر كتير يكون مناسب أوكي سو ماشي بايدا الترند من وين بتجيبوا المتيريال نحن أكتريتهم من أوروبا بتجيبهم أوكي أنو هي أوروبا أصلا سنتر في طبع الديزاين والماتيريز طبع كل الشوز وبتصنعهم نحن نحن نجيب المواد الأولية كل من بره بنصنع كل شي هون نحن عنا عنا المعمل الأساسي اللي طبع كل الشوز بلاس آخر شي بنرجع بنعمل الديزاين بنرجع بنعمل الشوز الكاملة بنرجع بنعطيها الريتيل للسوق المفرق راتش ذكرت شغلة كتير مهمة أنه نرجع نحكي فيها شوي أنه بفترة كتير تراجع سوق الأحزية بلبنان صناعة الأحزية بلبنان بس بفتكر كان فيه أسباب لهالموضوع وإنتوا قدرتوا تصححوا يمكن من الغلط ترجعوا تشتغلوا على كل هالمعايير اللي بتخلي شغل ينجح ونشوف طريقة شغل الجلد كمان يدوي شغل يعني النوعية ما كانت جيدة كتير الماتيريا ما كان جيدة كتير ما كان يعيش الشوز حتى الموديلات صارت متراجعة فأنتوا جربتوا تجمعوا كتير من المعايير وأضفتوا عليها الماركتينج وجودكن أنتوا كشباب نيو بلود بالمجال واليوم شو نقطة قوتكم برأيك كهراج أنا ما بحب استعمل نقطة قوتنا لأنه دايما أنا بأيمن في روم فور إمبروفمنت يعني دايما في عنا مجال نحسن كل يوم ننزل عالشغل ونجرب نحسن ونحن الشغل اللي اليوم عم بيصير بطل أنا وجو مثل ما بلشناها أول شي بلشنا أنا وجو هلأ صار في فريق عمل كبير يلي يعني نتشكرون يلي في ناس كانوا معنا لما بلشنا ويلي بعضهم معنا نتشكرون لأنه بهالظروف الصعبة تيم سي سايد تيم سي سايد كانوا عائلة أقرب جاءوا عائلة وبهالظروف الصعبة بأزمات البنزين ضلوا يجوا على الشغل ضلوا يعطوا من قلبهم دايما البسمي يعوجهم لما بيستقبلوا الزبونات البسمي يعوجهم بالمعمل يلي منقدرون كتير الحرفيين يلي بالمعمل عنا كتير منقدرون نحن هول جماعة يعني كانوا معم يتقدرون مثل ما لازم ونحن الأسباب يلي وصلت البزنس لهون الصناعة الوطنية هذا الشوروم عنا كيف ستار أنا أقدر الشوروم لأنه نروح على الشوروم كأنه ظاهرين مع الميوزيك والبينتينجز على الحيطان جو كتير فني يعني بكل جوان بحقيقة كما شايفي العلب يعني لقلنا نوع من الفن كمان أكيد هذا حطينا هاي ده هون باي دو وي نعمل ريسايكلين كتير كمان وكتير مهتم بالشجرية بنزرع دايما حوالينا قد ما فينا بتجربوا تكونوا ايكو فرانلي قد ما بتقدروا مش مبينة بس حوالينا كلها شازر صار وعم بزيدوا يحنم بينين الشجرات ومنزرعون ومطق صناعي كلها حوالينا نحن عم نحكي عن الدورة البحرية طريقة البحرية وين موجودة الشوروم الأساسية لقلكم بس تجو عم تتوسع تفضل كتعم قلك عن الشوروم هي كنية عن تابليات صاح مع أنه تابليات مع art of shoes or making of shoes and وجو it's like an experience يعني حدا بيفوت مثلا بيشوف فيك شوروم كبيرة وميوزيك الوقت ينبسطوا مش أنه رايح اشتري shoes مثلا وبدأ فلو يالله عشقا بدنا well being طبع السيدات قبل كل شيء أنه بدل ما تيغض shoes without experience بتأخذها بتنبسط إنه it's something كتير تشتغلوا على المود عن جد يعني على المود على هيك الميوزيك اللي عم بتقول بس كمان في المعاملة يعني إذا بدنا نحكي marketing اليوم في المعاملة توسعتوا صرتوا بكذا محل أكيد online shop بعدوا you deliver بعدكم we sell to sizes to try نحن عادي نحن سوريا نحن بلشنا أول شيء لأنه قالوا بلبنان ما بيمشي أول شيء كانوا بلولنا ما بيمشي الشغل الوطني أكيد هلولنا كتير ما بيمشي الشغل الوطني بلبنان لأنه سوريا يعني صار العالم وديطلعوا يجيبوا كله منبرر يجيبوا يبيعوا منبرر هيني لسه أوكي بلا ما نصنعهم بلا ما نعزب حالنا مش يبدأ عجازة منبيع هيدا كان التحدي الأول يعني صار يقول لنا كيف مثلا كيف تكون تبيعوا شوز أون لأنه ما فتحنا ولا محل أول شيء عملنا كمعرض بس ولا محل هلأ بجعب خبرك بعدين وما صرنا كمحل لأنه نبعد سايزين موديلين يقايسوا ياللي ما عجب ويجع ورجعنا من بعد من بعد ما عملنا المعارض ما زلنا بمنطقة صناعية وعننا سبيس قدام ما كتبنا من شوروم نعم شوروم مئة بالمئة عملنا وما عزق على الصور ربا شوية صار يجو العالم يجو العالم مش بس يشترون انلاين يجو يجربوا أنا لأشي اتنان الطريقتين بجي على شوروم كمان بطلب انلاين بعدين قلنا شفنا أنه صار بدأ أكتر ووسعنا الشوروم أكتر لأننا عنا سبيس لكيناين نحن عن شوروم وعن معمل كلها بفرد مؤسسة نعم كبرنا وكبرنا وكبرنا هلأ وين صرت هلأ نحن عطار البحرية مثل ما قلت وبلس أكيد أبسي باي الشرفية في البردان بالدبارتمنت ستور نحن موجودين عنا ووال كبيرة أول براند لبنانية بيعطوها بول بالأبسي حد الماركات العالمية هذا لقلنا كان نحن مشكل شي عندنا مادة يعني هذا كان شي معنا كبير لقلنا ونتشكر الأبسي على سيقتهم بالبراند وعلى تعيونهم المستمر اكتسبتوا هالأهرات يعني ما فينا نقول إلا هيك أكيد فول كلابوريش نحن مع الأبسي نعم و سوري في زيد صار عنا كمان اسم بالفاشن دي بارتمن طبع المطار هاي رزعين صارنا بالمطار كمان قبل ما ينتهي وقتنا راج كنا عم نقول أنه كمان في بلان أنه تتوسع برات لبنان اليوم هالنجاح كله هون عن جد بلاشتت تحصدو بره أيضا وين أكيد هلأ نحن كان يمكن كان فينا نتوسع أكتر لبرة وبعدهم عم يجو سواح كي بيقول سواح على لبنان أكتر لا سألحظ من وراء كتير عوامل نقول الكورونا واحد منهم قدرنا هلأ نبلش صغيرة بدبي وقريبا قطر وإن شاء الله سعودية كمان بس أكيد التواجد الأساسي هو بلبنان 99% رح يضل لبنان نحن مثل ما قلت من أربع سنين رحنا عكس السر ورهنا على الصناعة الوطنية وعلى لبنان من أربع سنين يعني عم يتبرهن اليوم مثل ما بيقولوا ويلون لأمتين ملا ما نقول لازم كلنا نقام بالصناعة الوطنية بالزراعة الوطنية بالإعلام الوطنية بكل شي لبنان لازم نضلنا هيك وما لازم نستسلم كلنا منطع بأيام بس بدنا نسابر وبدنا نكمل وإن شاء الله ما عنا بدين نحنا ما عنا بلان بي نحنا بقيين بلبنان وبالصناعة الوطنية وهيدا الشي عم بيخليكن تنجحوا وطالما عم نقرر ونكون هالقات بوزيتف ما فيش بيقف بدربنا أنا هيدا اللي فين اقول نشتغل بحرافية منشتغل بشكل جد كتير بروفاشنال بديقول كمان عندكم هكي بارت كتير اجتماعي إنساني مساعدات غير الأصص البيئية اللي بتهتموا فيها ونحنا أنا فين اشهد على هالموضوع كل ما بيكون عنا حلقات خيرية وإنسانية بالأم تي في دايما مشاركتكن هي من أول المشاركات رح تتابع بهالشي جو نحنا سوري نعمل زمان قبل ما نخلق أصلا بي هذا المسير الوالد الوالد والوالد كان التربية بتجي بالبيت كتير هذا المهم عندنا وردكم الإنسانية حب الوطن وحرافية ومهنة رائعة بدأ لكم نحنا كتير فخورين فيكم سي سايد أفنيو باي جو وهرات شيلينجيريان أهلا وسهلا فيكم عنا اليوم تانك رح ناخد وقف صغيري وابنتابع اشتركوا في القناة